في عام 2006 قال جيمس وولسي رئيس وكالة المخابرات الأمريكية السابق ما نصه سنضع لهم يقصد العرب إسلاما يناسبنا ثم نجعلهم يقومون بالثورات وإذا نجحنا في إقناع المسلمين في العالم والذين هم تحت العبودية قي بلادهم أننا إلى جانبهم سوف ننجح في النهاية في السيطرة عليهم كما فعلنا ونجحنا في الحرب العالمية الأولى والثانية لحكام أوروبا فلحرب البردة ضبيلات حاد السوفيتي أصف نجعل لعرب جميعا متوترين وسوف نجعل العائلة السعودية الملكية متوترة وسوف نجعل نظام حسن مبارك في مصر متوترا وإذا نجحنا في تحرير العراق من عبوديته سوف نبدأ في التفرغ لنظام سوريا وليبيا والدول الأخرى وسنضغط عليهم جميعا بالقوة لمحاولة تغييرهم بما يناسبنا نحن في أمريكا ويضيف ووس وسيأتون جميعا إلينا آل السعود والنظام المصري ويقولون لنا نحن متوترين جدا جدا وسيكون جوابنا لهم هذا جيد نحن نريدكم أن تكونوا متوترون نحن نريدكم أن تعرفوا أنه الآن وللمرة الرابعة في لال المائة سنة الماضية أن هذه الدولة أي إسرائيل وحلفائها قادمون للزحف عليكم وسوف تنتصر إسرائيل عليكم على كل العرب لأننا إلى جانب إسرائيل الذين يخاف منهم الحكام العرب شاهد هذا الفيديو